بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط في مدارس مجموعة العميد التعليمية وفي مدارس العراق الحبيب أجمع قد ناو إياكم مع درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية وهو أسلوب من أساليبها ألا وهو الاستفهام أسلوب الاستفهام ما تعريفه؟ هو طلب يراد به معرفة شيء يجهله المتكلم أي الآن أبسطه لكم عندما أريد أن أسألك شيئا فأنا لا أعرفه مسبقا فإذا أردت أن أسألك ما اسمك فأنا لا أعرف اسمك لذلك أسألك عنه فهذا هو معنى أسلوب الاستفهام طيب جملة الاستفهام مما تتكون جملة الاستفهام هي الجملة التي تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بعلامة سؤال أو علامة استفهام وتعرفون شكلها هذا يجب أن تضعها بعد جملة الاستفهام وكيف نعرف جملة الاستفهام؟ نعرفها بأنها مبدوئة بأداة استفهام أدوات الاستفهام ما هي أدوات الاستفهام؟ أدوات الاستفهام تقسم على قسمين فمنها ما هي أسماء ومنها ما هي حروف منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف سنأتي على الحروف لقلة عددها وهما حرفان وهما حرفان هل والهمزل هل والهمزل بماذا تمتاز هل عن هل والهمزة عن باقي الأسماء سنوضح ذلك ابتداء هما حرفان أي أنهما ليس لهما محل من الإعراض ليس لهما محل من الإعراض نسأل سؤالا بهل أو عندما أقول لك هل درست اليوم بماذا ستجيبني هل ستجيبني مثلا في الدار أو في الغرفة لا أنا سألتك هل درست ستجيبني بنعم أو لا وأرجو أنكم تجيبون يجب أن ندرس يوميا مثال آخر للهمزة وهي لها نفس استعمال هل فعندما أقول لك أتسافر غدا بماذا ستجيبني هل ستجيبني إلى بغداد لا هذا غير ممكن ستجيبني بنعم أو لا أيضا نلحظ من ذلك أن حرفان استفهام هل وهمزة يجاب عنهما بحرف جواب بنعم أو لا وهذا يشمى حرف جواب أي يجاب عنهما بالحرف هما حرفان يجاب عنهما بالحرف حرفان جوابهما بالحرف ما يأتي بعد أداة السؤال الجواب بالنسبة إلى الأسماء فهي الأسماء بما أنها أسماء أي لها محل من العراب ليست كالحروف لها محل من العراب ولكل اسم منها معنا يدل عليه مثال ذلك لدينا الاسم الأول وهو من انتبه هذه من وليست من لدينا من حرف جر مثل من وعن وإلى والباء تلك حروف جر حروف لكن من هذا اسم يستفهم به عن العاقل فعندما أقول لك من صديقك صديقك عاقل أم غير عاقل بالتأكيد أنه عاقل إذن أسألك من صديقك ماذا ستجيبني تعطيني اسمه تقول لي مثلا زيد أجبتني عن العاقل ولمن أخت أخرى تشبهها في العمل وهي من ذا تستعمل بالضبط نفس استعمال من فعندما أقول مثلا من ذا صديقك تجيبني زيد مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال تعالى آية قرآنية أيضا يجاب عنها سؤال عنها للعاقل الأداة الأخرى وهي ما هذه ما هي أداة يستفهم بها عن غير العاقل تختلف عن من وهي اسم أيضا يستفهم بها عن غير العاقل فمثال ذلك ما درسك ما درسك هذا اليوم ستجيبني مثلا ماذا تدرس الآن اللغة العربية نعم أو الرياضيات وما إلى ذلك من المواد ولماذا أيضا أخت أخرى تشبهها في العمل أيضا وهي ماذا لها نفس العمل فعندما أقول لك ماذا تدرس الآن نفس العمل بالضبط تجيبني يعني يستفهم بها عن غير العاقل أداة أخرى وهي أين عن ماذا يستفهم بأين أنا أسألك الآن أين كنت ستعرف أنني أسألك عن مكان معين إذن أين يستفهم بها عن المكان تدل على المكان فعندما أسألك أين أبوك ستقول لي في العمل دللتني على مكان معين مكان العمل هذه الأداة الثالثة ولدينا أداة أخرى وهي متى مثلا هل بالإمكان أن أقول لك متى أبوك غير ممكن ذلك لأن متى يستفهم بها عن الزمان فعندما أقول لك متى استيقظت ستعرف أنني أسألك عن ساعة استيقاظك والساعة هي زمان ستقول لي السابع صباحا قيد ولدينا أداة أخرى وهي كم واضحة هذه كم نقودك مثلا عن ماذا أسألك عن عدد النقود أيضا إذن كم يستفهم بها عن العدد فعندما أسألك كم يوما صمت كم يوما صمت ستجيبني ثلاثون يوما أجبتني بعدد معين سألتك عن العدد أجبتني بعدد واضح هذه هنا ألفت انتباهكم إلى قضية مهمة لقد وضعت الإسم الذي جاء بعدكم باللون الأحمر لأنه لأن له إعرابا خاصا وهو تمييز والتمييز منصوب دائما الإسم الذي يأتي بعدكم يعرب ماذا يعرب تمييزا لا ننسى ذلك الأداة الأخيرة وهي أي ما هي؟ أي ستسألني ما معنى أي؟ سأقول لك ببساطة أن بإمكاني أي أن تكون معنى أي من هذه الأدوات كيف ذلك؟ بحسب ما يضاف بحسب ما تضاف إليه أي أن أي تكون أولا ملازمة للإضافة أي يجب أن يأتي به وهذا الإسم الذي يأتي بعدها يحدد معنى أي؟ هنا مثلا أي صديق عندك؟ الصديق هو الإسم الذي جاء بعد أي؟ وهو ماذا؟ هو عاقل إذن بماذا ستجيبني؟ ستجيبني بما أجبتني به عن من؟ وهي العاقل ستقول لي زيد مثلا عندما أسألك أي درس لديك؟ هنا سألتك عن غير العاقل بماذا ستجيبني؟ العربية بنفس الجواب الذي أجبتني به عن ما؟ هنا عندما أسألك في أي مكان أبوك؟ انظر الذي جاء بعد أي مكان إذن ستجيبني بنفس الإجابة التي أجبتني بها عن أين؟ في العمل وعندما أسألك أي وقت استيقظت؟ أترى؟ الاسم المضاف إليه الذي جاء بعد أي؟ يدل على الزمان ستجيبني السابع صباحا أي بنفس الإسم الذي سألتك به عن الزمان وهو متى؟ لدينا الآن أي؟ تمتاز عن هذه الأسماء بخصيصتين أولا أنها تكون ملازمة للإضافة الذي يأتي بعدها مضاف إليه دائما يأتي بعدها اسم يكون جزءا منها ويؤبين معناها غير ذلك نلحظ هنا أن من مبنية ما؟ مبنية على السكون أين؟ مبنية على الفتح متى؟ مبنية؟ يعني ما معنى مبنية أي أنها تلازمها حركة واحدة في جميع حالاتها العرابية أقول أين؟ لا يجوز أن أقول أين مثلا لكن بالنسبة إلى أي فهي معربة ما معنى معربة؟ أن علامتها العرابية تتغير بحسب موقعها العرابي بالإمكان أن أقول أي وأي وأي نأتي الآن إلى هذه الهمزة الأخيرة التي قلت لكم سأشرحها قبل قليل نراجع قليلا هل والهمزة يجاب عنها بنعم؟ هل درست اليوم؟ ستقول لي نعم أتسافر غدا؟ ستقول لي مثلا لا لكن لو سألتك أتسافر اليوم أم غدا؟ أجبني بنعم أو لا؟ هل بإمكاني كذلك؟ لا تستطيع يجب أن تعين ستقول لي اليوم مثلا؟ أو غدا؟ أحد هذه الإجابتين أحد هذه الإجابتين واضح هذه إذن الهمزة إذا جاء معها أم المعادلة سيجاب عنها بالتعين مثل هذه الأسماء جميعها مثل هذه الأسماء مثل هذه الأسماء جميعها كذلك هذه بينما هل والهمزة يجاب عنها بالحرف فقال أرجو أن الدرس كان وافيا شافيا وقد وضح جميع ما في الموضوع من تفاصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر